السلام عليكم ورحمة الله من أخطر مذكرات إبليس لجنده من الشياطين في إغوائك هي عملية التسويف دع ابن آدم يغرط في بحر التسويف حتى ينتقل من هذه الحياة وهو على المعصية وتارك للطاعة فهذه المذكرة اللي كتبها إبليس لجنده من الشياطين هي دفعك إلى تأجيل القيام بالطاعة ودفعك إلى تأجيل الإخلاع عن المعصية والتوبة فإنت مثلا إذا كنتش يتصلي وجيت بدخدق بالعربنا سبحانه وتعالى بالصلاة وكان الوقت وقت عاصرة ووقت مغرب فبجي كبليس مدامك بدأت تصلي بلش الصلاة من بكرة من الفجر خلي اليوم من أوله تصلي ما تصلي لا عاصر ولا مغرب ولا عيشة وإذا كان مقبل على رمضان وجيت بدأت تبلش في الصلاة أبل رمضاني بشهر مثلا فبجي كبليس للتسويف وتأجيلك عن الإقبال العربنا سبحانه وتعالى بالصلاة فبقول لك أنت بعد شهر رمضان جاي بتبلش في رمضاني الصلاة من أول يوم في رمضان بتفتح صفحة جديدة في رمضان مع ربك هيك بيسوفك عن الإقبال على الطاعة أيضا التسويف بيستعمله الشيطان بتوجيه من إبليس لجنده الشياطين في عدم الإقلاع عن الماصيه مثلا إذا إنسان بتعامل بالإقمار يعني بيع لعب الإقمار وأجي بده يترك هذه الذنب أو هذا الذنب فبيجي إبليس بقول له وبيجي الشيطان بقول له أنت خسرت كل هالمخاسر آخر لعبة إلعبها وعوض اللي بتخسره وبعدين بتترك شفت إيه كيف بيشتغل معاك بيسوفك عن التأجيل فبتلعب لعبة وبتخسره تاني وتالتة ورابعة وبتم تأجل بالإقبال على ربنا سبحانه وتعالى في التوبة والقيام بالطاعة حتى ينتهي عمرك فلازم تحذر من هذا الفخ له اسمه التسويف وما تكون من ربنا سبحانه وتعالى عنهم ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاءت لحظة الموت حتى جاء يوم القيام وهو بسوفك وغركم بالله الغرور أي غركم ربنا سبحانه وتعالى الغرور وهو الشيطان حتى تخرج من هذا المأزق خذ آية وتوجيه ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والأرض فما تأجل ولا تسوف بدك تبلش الصلاة العصر تبلش العصر تقولش من أول لنهار من بكرة وتقولش بثج رمضان بفتح صفحة جديدة افتح صفحة مع ربك سبحانه وتعالى في هذه اللحظة مباشرة ترجمة نانسي قنقر